نعم السبب مفتعل يعني من يعجبه ومن يعيشه في أجواء نظرية المؤامرة والأفلام وأن كل شيء مدبر ومخطط وبكبسة زر من دونالد ترامب ممكن هكذا يفسرون الأمور بس شيء لا دليل عليه حتى الساعة لا ننصح هذا خلاف الوعي العام أنه الواحد يطلق لخياله العنان ويسرح ويفسر الأمر بتفسيرات أخرى وترى بالمناسبة هو هذا اللي سوقه ماشي يعني صدق الآن لو أنا أعلنت مثلا قبل هذه الجلسة عن أنني اكتشفت مو العلاج لا اكتشفت سبب هذا المرض وأن ذلك عبارة عن خطة أميركية ومراكز أبحاث وطلع لكم اسم شوية وصهيونية وما أدري كذا وسوي لك هتش يعني عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فنتازية كاملة حول هذا الموضوع سوي لك يا راح تشوف أن المتابعين لهذه الجلسة بالملايين يصيرون لأن الناس تحب هذا الحتي تحب الأمور الغامضة الأشياء السرية اوه كشف لنا الأمور تحب هذا المنطق يعني منطق ما لأنه البيت الأبيض لماذا سمي البيت الأبيض لأنه مقابل البيت الأسود يعني يربطوها بهذه الطريقة عرفتوا تحب الناس هذا المنطق تفجير حرم العسكريين عليهم السلام ليش صار لأنه الأميركان أرادوا أن يأخذوا جينات الإمام المهدي عليه السلام فراحوا سووا عملية تفجير ووصلوا إلى القبر الشريف لوالده العسكري عليه السلام وجده الهادي عليه السلام وأخذوا ما أدري عينه حتى يحللوا حتى يعرفون جينات حتى يتوصلون للإمام المهدي حتى يقضون عليه قالها واحد على المنبر أي واحد على المنبر قال أي عرفتوا أكو هالشغلات الناس تحب نظرية المؤامرة والغوامض والألغاز والحتي هذا تحبه ولكن الحقيقة أن هذا الأمر وين كان يعجب الناس لكنه في الحقيقة يهبط بالوعي العام لأنه مجرد عبارة عن خيال في خيال نحن لا ننفي أنه يمكن للقوة الاستعمارية والقوة الكبرى أن تتآمر من أجل مصالحه هذا صحيح ممكن ولكن شيء لا دليل عليه بخصوصه في هذه الجزئية إيش لون نقدر نثبته يعني هي المو القضية واحد يحلم بالليل وثاني يوم يقوم يحجي للناس بكيفه ويحلل الأمور براحته وإلا نصير شنو مثل ذول أهل الدجل والشعوذة والمدري كذا يروحون يطلعون يسولهم برامج ومحاضرات ومشاكل ويدعون أشياء عجيبة وغريبة ما أنزل الله بها من سلطان لا نحن نتبع العلم هكذا علمنا إمتنا عليه وسلام شيء نعلمه نقول به لا نعلمه لا نتكلم شيء لسنا مختصين به لا نتكلم لكن من وجهة النظر الدينية إنجاز التعبير نتكلم نحن قوم مؤمنون نحن نقول بضرس قاطع أنه لو لا إعراض البشر عن الله وتعاليمه جل وعلا لما تفشت فيهم هذه الأوبئة المستجدة التي لم يكن يعرفها أسلافنا من قبل وهذا أحسنتم مصداق لكلام رسول الله صلى الله عليه وآله يعني هذا الفيروس الآن هو بالإجماع هذا فيروس جديد يعني ما كان موجود من قبل طبعا عالم الفيروسات معروف أنه الفيروس يعيد تشكيل نفسه يعني يتكون له أشكال مختلفة تولد فيروسات جديدة يطور نفسه أحسنتم يطور نفسه الفيروس ما كان من قبل ما كان عند البشر شيء اسمه فيروس كورونا ما كان قبل ما كان أكو فيروس سارس ما كان فيروس إنفلوانزة طير إيدز ما كان أحسنتم مثلا فما كانت هذه الفيروسات هذه الأوبئة ما كانت موجودة من ذي قبل طيب كيف تفشت كيف انولدت يا ترى لو أن البشر ما أعرضوا عن الله جل وعلا وتعاليمه وتعاليم رسوله وحججه عليهم الصلاة والسلام هل كانت ستنتشر فيهم كل هذه الأوبئة والأمراض التي ما كانوا يعرفونها من قبل بالفعل لاحظوا معظم هذه الفيروسات تأتي من بيئات ومجتمعات بعيدة عن الله عز وجل تأكل كل شيء يعني المجتمعات بالفعل بعيدة تماماً عن الحضارة الإسلامية بل الحضارة البشرية يفترض لأنه شنو هذا المجتمع اللي يتغذى حتى على الصراصير جلكم الله ويتغذى حتى على الجرذان ويتغذى على كل شيء كل شيء يأكل كل شيء يأكل هذا أكيد يسبب اعتلالات لبدن الإنسان هذا شيء مؤكد